اشتركوا في القناة لهذا الغرض اليوم والشجيع روح المقاولة والمبادرة باش نغيروا واقع معين غادي نستقبلوا معنا وحد ضيفة عزيز لأكيد أنه بزاف دين الناس كيتابعوه بطبيعة الحال في المساج بوزيتيف داله اليوم غا يكون معنا وغا يجاوب على بزاف دين العلاجات مرحبا بيك سيمون صيف شكرا للاسوكين على السيدة فديلك بارك الله وفي مرحبا بيك سيمون صيف الله يبرك أكيد أنه في حياتنا اليومية صبحنا كنترحه بجموعة الأسئلة ليسرع أول سؤال غادي نطرحه لك علاش كنخافو من المقاولة هو لغان بوخكوه هذا علاش هذي اللي خارج علينا وخارج على الشباب المغربي اليوم لأنه عنده واحد البلوكاج بسيكولوجي هذا علاش خصت تحيد طوطة تحيد لما تحيداتش في هذلوقيت هذي غادي تحيد من بعد هذا البوخكوه هذا في بزاف ديالنوقات لخص الشاب المغربي اليوم يطرحهم على نفسه باش يقدر يحيد بوان باقبوان ويسهل عليه الطريق ان شاء الله ديال تأسيس المقاولة او لإنشاء ذاك تحقيق الحلم ديالو اللي غادي نسمي قبل من المقاولة هو تحقيق الحلم ديالو ذاك الطموح ديالو منها نبغي نطرح سؤال علاش كنشوف باللي المقاولة خاصة تبنع لواحد لا بغان نقوله أساس مادي خاصة يكون عندي واحد لقدرد الفلوس خاصة يكون عندي بزاف جالحويج خاصة يكون عندي بزاف جالحويج خاصة يكون عندي بزاف جالحويج لفديها هات نقدر ندير مقاولة اللهم نبقى سالاري ماشي مشكل فعلا هو كيف كنقولها إنسان جوج ديال الفئات هو فئة الأولى السنف الأول هو ذاك الشخص اللي كي يكون دائما غادي بقى في الوظيفة ديالو ما غاديش يخرج ملا زون ديالو ما غاديش يغامر بنفسه أنه واحد نهار غادي يخرج للتحديات وغادي يخرج أنه يشوف السوقة شنو فيه السنف الأخر هو الشخص الأخر اللي تيبغي لأفونتور تيبغي يشوف الحياة ما فيها تيبغي يدوق لا فيه هو تيعتمد على نفسه تياخد مستقباله بني الده الشركة طبعا خسارة المال بعض المرات تيقدر يكون رس المال كبير بعض المرات تيقدر يكون رس المال صغير أنا هنا تندوي على جوجة الانواع كين السيرفيس الخدمات وكين المنتوج او لا تجارة هنا بنسبة للناس الشاباب اليوم اللي غادي بدا في واحد تجارة اكس و ايقراج غادي خسو شوية ديالرس المال مايمكنش ما يبداش في رس المال او لا غادي كون واسيط سا فدير في تجارة الالكترونية بو غادي ندخل في صميم الموضوع بالنسبة للتجارة الالكترونية غادي شريم واحد لسيت انترنت وغادي توصله وغادي بيع او لا بما غادي روالو غادي دير سكونا بنا نحنا لدروب شيبينج هذا ماشي هو الاختصاص وماشي هو موضوع اليوم السؤالة رحتي على شغلت الشركة اليوم تيخصها واحد يخصها واحد يخصها واحد يخصها فلوس وخصها وخصها بزاف دي المقومات قدر نتشجع لانانينكندر الشركة الشركة خصها رسل المال ماهو انا بنسبال ييا رسل المال وراي ممكن هذا موضوع قاعد دراري غادي عارفوه الشباب المغاربة رسل المال مشي هو الفلوس ابدا ما عمرو كان رسل المال هو الفلوس رسل المال ووغدوي هو الوقت اليك يكون عندك لانهو واحد في الوظيفة ربما ما عندوش الوقت يعمل 8-10 ساعة في النهار لا يوجد فوق أخرج يتعرف أن السوق كان هذا المحتوى كان هناك نقص في المجال الذي سيبدأ فيه شركة لذلك لا يوجد فوق المال هو الناس الذين يضايرون به هو المجتمع، أهله، أحبابه الذي يجعله في كل شخص دومان ويعطيه فكرة وخلال هذه الأفكار يجمع سكونة أفكار وهو المجتمع الذي سيضايره الفلوس هي آخر شيء اليوم يطلب الشاب المغربي أو الشاب المغربية لكي تطلب المشروع لديه سافوديغ يجب أن تكون الفكرة يجب أن تكون الطموح يجب أن تكون الحلم وعاد يؤتقه في النفس يجب أن يكون طائق في المشروع وطائق في نفسه يجب أن يجب أن يكون هذا القدر لكي نبدأ الشركة من هنا سوف تديني لأحد أخر هي أعلاش نحن نرى الاستقرار في الوظيفة مثلا نرى الناس يوصلوا إلى ديبلومات معينة أو إلى التكوين معين يرى الاستقرار سوف يكون في الوظيفة العمومية هذه المشروع لدينا فيما جهاته نرى لدينا الوظيفة العامة مثلا يجب أن يكون التوظيف المباشر يجب أن يكون التوظيف المباشر طويل عام مستقر لماذا لدينا هذه التقافات لأن الاستقرار يجب أن يكون في خدمة رسمية أو حكومية؟ هل يجب أن نؤسس أسره وعائلته وإنهار حياته؟ هذا الشيء يجب أن نقوله من خلال كبير في الإنسان لا يوجد مجتمع بدافئه ولم promise سرور اليوم يأتي من أسرة شعرك يجب أن يكون منصبين أو تقرير هذا المنصب علىGL يجب أن يكون حياته يجب أن يخıyorum وأن يكون ستيادته يجب استخدم مشروع uno Sergey Basin لأن vous pré constructive كيف يريد أن يمشي هذا الشخص اليوم؟ يمشي شركة لا يوجد فكرة عليها الفكرة الوحيدة هو يخدم في وظيفة عمومية ويسقر فيها ويقلس لكي يأخذ تقاعده من مراستين ويبقى في الإنسان سمحني سأترك لك على سؤال ويسقر في المقاويل ليس ما هو المقاويل الذي يستمر الفلوس في المشروع المقاويل هو الموظف الذي يخسر على رأسه الفلوس تخرج من الشركة ومن المدرسة اليوم تجد صعوبات كبيرة لتجد خدمة تجد خدمة 3540 درهم نحن عارفين بأنه ليس هو الديبلوم الذي يأخذ أو الكفاءات التي لديك لا تبدأ بالإعطال الله لكي تكسب تجربة لكي تدير أغلاط عند هذا المشغيل لذلك هذا السيد الذي يبدأ في الوظيفة ويكمل فيها تستمر فراسه ويبدأ يقرأ الكفاءات ويبدأ يقرأ 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 لكي يزيد في الوظيفة ويزيد في الوظيفة هذا هو مقاول لأنه يستثمر في نفسه يبدأ في السالير وفي البوست تدوز عليه عشر سنين أو لحظة عام يكون مدير تجاري في شركة هينيت أو في شركة أخرى وغادي وتكبر هذا هو مقاول نعم هنا ربما هذا الجانب وهو مهم بزاف لماذا لدينا هذه الثقافة وللأسف ونقرأ أولادنا ونخسروا عليهم الفلوس ويقرأوا في مدارس وعليا أو يقرأوا في كليات ولكن نختاروا مصار اللي سيخرجوا للسقشوك ولكن صباحات كانت تربية عند شباب ونزعة لا يمكنني أن نبدأ بسالير ألفين درهم أو ثلاثة لا يمكنني أن نبدأ بسالير الذي يناسب ديبلوم لغير ذلك كنا دزنا من تجاريب في بداية العمل يمكننا الشغل نقع بدون مقابل بدون مقابل وخدمنا حتى خدمات القررين بدون مقابل في البداية لكي يدير البغاج لماذا صباحات التقافة مسيطرة على أولادنا؟ كيف كان الخلال؟ الخلال كان في المجتمع اليوم كان في المدرسة لأنه أريد أن نصل إلى المساج في المدارس في التانوي وفي الإعداد يجب أن ندخله إلى التلميذ لا يصل إلى البكالورية أن ندخله اليوم الحصة تدريبية أن نذهب إلى المقابل في المدارسة لكي يكون المنتج وأريد أن يبيع لها 8 شراء او من يوم لقيوان الموضوع من قبل المجال ما زالت يوم الشركة؟ ما هي الشركة؟ ما هي الشركة؟ دوكوائلوفات يقول يوم موضير و الخدامة شركة ليست موضير شركة هي تجاوية هي تجاوية التي تكون فيها و تجاوية عمليات و تجاوية في الانترابنية وليس نعرف. لا يوجد شيئا. ما هو هو المشيئ. وكيف يقول ما تقولها؟ إنه يجب أن تدري اليوم لأن المسيئين التلاميذ يجب أن نكبرهم أن تذهب الى استثمار. لا يجب أن يكون استثمار. لا يجب أن نستثمار. نحن نستثمار. نحن نستثمار المديرات والحسابات، سنخلق علامة تجارية سنعلموا بلوغو لتقوم بلوغو لتصل إلى السنوات ويبدأ الحلم سيبدأ المرجع لكي يكون شركة صغيرة لذلك فكرة شركة كابرة معها سيكون معها بشوية بشوية حتى يقول فعلا نوي ربما سنعمل عامين أو ثلاثين ولكن سنقوم بإمكاني ولو نغلط ولو نفشل سنكون كتسبة تجربة ونحن نعاودها من الأول ومن الأول أنت مقاويل وقررت أنك تخرج من هذه الدوامة وتصنع من نفسك شيئ أخرى لا تتكلموا على هذا الانتقال لذلك يكون تخوف من السوق الخيز وما سنقدر وما سنقدر وما سنقدر وما سنقدر وما سنقدر الدخل يقول فيها قلب يبدأ يضرب ويعني نخرج السوق الخير لغير ذلك أشرب المعارسة حسنا سعيد لماذا شبابنا هو فرغ من المحتوى إذا كنت تحبه وإنك تلقي مع شباب كما نحن بأثناء طويلة مجهود. وkey لم يتم بحضار شبابنا بأن يكون حالاً نعمم يديل فئة ونعملين عن عملية طويلات ومستوى ويحصل على المبادرة. يجب أن يتقاتل و يصل إلى النتيجة التي يتمنى و يجب أن يجعل المجهود أين لدينا لفاية؟ أين لدينا لفاية؟ أقول علي أصحاب أصدقاء الأصدقاء أصدقاء الأصدقاء لا نختاروش الناس لأن الكراس المال الإنسان من غير الوقت و من غير التركيز هو الانطوغاش و اليوم شاب 22 عام و نضيف معالجه يستمرez أصدقاء الأطلاق و يجب أن يأتونه لأنه في كثير حاجة هذا الشاب لأن يحصل مع أصدقاء الأصدقاء و يجب أن يتمنى و يكون لدينا و يفهم مجال يجب أن يجب أن يصل لهم أصدقاء أصدقاءً و يستطيع أن يطاقب أعطون هذا كيف يعطون ايضا لا يتعطي لا يتعطي و لا يقدم ماذا تعرف عليك الدعم؟ اليوم سيكون هناك جمعيات لتدعم المقاوالة اليوم كالصدر ريجيوني للإنفستيسات لا داعي الذي يذكر الأبناء والقروض وماذا يجب أن يكتب المشروع لا تستطيع فكرة يجب أن يخصم مع رأسه يجب أن يكون هناك معه الغيطية التي تكون شركة أو تأسس شركة هي في السنةря التي تكون شركة وليس يجب أن يجب أن يذهب وإعرف وإنبار مفجورة وإنبار مفجورة بـ الواقع الصحيح وإيجابية وهي يوجد أن يكون هناك الاشياء أعين من السلبيات، ونحن يقلس معك ونحن لا يقوم بياناً ونحن لا تدرك المحزة ويقوم بغلقها. فهي أتمنى أنه يكون هناك القبول على المعارضة للبارومتر للإقتصاد. حسنا نحن نسدق من الوقت ونحل ونحل. ونحن نحن نقوم بياناً ونحن نحلق خبز. لذلك فهنا سيقول لك أنه يكون لدينا بلوكاج بسيكولوجي. يجب أن تحييز. نعم. ما سخينا شبيك؟ الله يحفظك. والجلسة معك إيجابية. الله يحفظك الله سوكي الله. دعنا نفكره في المقاولة. مرحبا. 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 ولكن في الختام شنوية الرسالة المباشرة التي تقدرت وجهها الشباب اللي كيتابعونا. خاصة في هذه المرحلة ردوزنا وهذه المرحلة ماشي سهلة. إزمة. مجموع عمل الأمور. مجموع عمل الأشياء اللي تراكمت. شنوية المساج. ديغاك لا تقدر. شوف فيك ونا شوف فيهم. بحال بحال. شوف فيهم. شوف فيهم. شوف فيهم. اليوم أنا تقول لكم أنا أنا شاب حالكم. أولا؟ لا تبارك الله. 35 عام. شوف شوف نشمر علينا شي شوية. وراه كين ميتار. كين ميتار. السوق عامر. اللي يبكو ده بوكتونيتي. غين نتسول وقلب على راسك. نتسول وقلب. وفكر. وكي كنقول دائما كتب واحد ثلاثة أو لاربعاد الأفكار ديال المشاريع. وشوف الناس اللي كتنتعمل هذوك المشاريع. سولهم كيفاش رغض يجاوبوك. وغدي يجيب الله تسير. وهاتش اللي كين. وراه بقي الخير لقدم. إن شاء الله بإيدينا. الله يعطيك سحا مشكور جزيل. شكر السيمونة بن جلون. على حضورك معنا شرفتنا ونورتنا. إن شاء الله أكيد أننا نعود نستضفوك فرصة جاية إن شاء الله بإني لمشكور جزيل. شكر. كي يظهر لي مشاهدينا باللي خير ما نختمو بيه هي رسالة إيجابية لواحد ما يحتش يديه. ما نحكمش على تجربة إلا ما عشتهاش. ما نحكمش على الوضع إلا ما شفتوش وما توصلتش وما عرفتش وما قلبت وما سولتش وما تلاقيتش. المشروع يمكن يبدأ بفكرة بسيطة ويمكن تطور تطور اللي أحيانا كيكون مفاجئ لناس اللي يفكروا في هذيك الفكرة. اليوم السوق مفتوحة. اليوم ما بقاتش عرقيل كثير. يمكننا اليوم من الانترنت نصنعوا مشروع واللي يدخل أرباح اللي هي مهمة. ويمكن بطبيعة الحال اليوم تعطات فرص من خلال مجموعة من الجمعيات كيف ما شار سيمون صيف. أو لمجموعة بطبيعة الحال من المؤسسات التوجيهية في هذا الجانب هذا اللي قدرها تعاون. غير نود. فيق. هز ورقة وستيلو. حط فكرة. دير ملف ديالك. كون منتضم مع رأسك. في الثمانية ديال الصباح. خرج من دارك. وحاول أنك تلقى واحد الفكرة اللي يتبدأ بها طريقك. باركة ما تبقى قلس فرص الدرب. وكتفكر وكتقول. لا ما غادش تصدق. ما أعطتنيش. أصحابي موقعاتش ليهم. خاسني نفوت هذي البلاد. حيتي لفتنا كاملين هذي البلاد. شكل غي نميها؟ من غيرنا؟ من غيرك؟ من غير الاخر. إذاً ما يمشي كل شيء غيتسنى التوظيف. مش كل شيء غيخدم في شركات. مش كل شيء غيخدم عند ناس. حتى أنت يمكن أنك تخدم معك ناس. فغير نود. فكر. بادر. وما غيكون إلا الخير. كنشكر جزيل. شكر بطبيعة الحال ضيفي الكريم اليوم على التقل الإيجابي اللي اعطانا. كنشكر كريم نايتسي اللي رفقنا اليوم في الإخراج. كنشكر أيضاً صفاء سيرة جدين اللي رفقتنا في تصوير. وكندرب لكم موعد إن شاء الله بإذن الله. لاربعات الجاية في موضوع جديد. في نقاش جديد دائماً على للا بلوس. اشتركوا في القناة